يعد تويتر مؤشرا لمدى استعداد السياسيين للتواصل مع المواطنين والإنصاط إلى أرائهم وفقا لهذه المعادلة يبدو قادة إخوان مصر عاجزين عن مغادرة عالم الجماعة الصغير إلى ما هو أرحب وأوسع هذا أقله ما يخرج به متصفح حسابات الرموز الإخوانية في مصر ابتداء بالمرشد محمد بديع مرورا برئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتتني ونائبه عصام العريان وصولا إلى رئيس الوزراء هشام قنديل فالمرشد العام للإخوان محمد بديع الذي يبلغ عدد متتبعيه نحو 183 ألف وأربعة عشر قام منذ افتتاح حسابه في نوفمبر 2011 ب55 تغريدة فقط جاء جميعها عامة وامتلأ أغلبها بتقديم واجب العزاء ولما كان بديع هو المرشد الذي يطبع ولا يطبع كان من الجائز توقع عدم تتبعه لأحد لنتفاجأ بأنه يتتبع سلاسة حسابات هي خيرة الشاطر محمد سعد الكتتني ومؤسس الجماعة حسن البنة وفي أحد تغريداته يخبر المرشد أنه أثناء وجوده في أحد المساجد طلب المصلون منه إلقاء كلمة بعد انتهاء الإمام من خطبة العيد فصعد إلى المنبر ليخبرهم عن تزايد إنتاج القمح ستة أضعاف هذا العام العام الأول من حكم الإخوان أما محمد سعد الكتتني فيبلغ عدد متتبعيه 326587 ويتتبع سلاسة أيضا محمد مرسي وعصام العريان نائبه في رئاسة الحزب وحساب الحزب نفسه ومنذ انطلاق حسابه في 21 أغسطس 2011 غرد 724 مرة بمعدل تغريدة كل يوم وهو رقم هزيل لناشط على تويتر فكيف برئيس حزب؟ وجاءت معظم تغريداته على شكل إعلانات عن حوارات تلفزيونية سيكون ضيفها غير أن ما يفاجئ لدى الكتتني أكثر يتمثل في نسبة إعادة التغريد لتغريداته بينما تحظى أي تغريدة للدكتور محمد البرادعي بأكثر من 2000 إعادة تغريد لا تتجاوز إعادة تغريد عند الكتتني 2 أو 3 واحدة منها على الأقل من حساب حزبه الرسمي رئيس الوزراء هجام قنديل أخر رموز الإخوانية التحاقا بعلام تويتر دخله في أغسطس 2012 لديه 104 810 متتبع ولا يتتبع أحد وفي رصيده 330 تغريد فقط جميعها عامة يغيب عنها الطابع الشخصي الذي عدم يسم تغريدات المغردين على تويتر حتى ولو كانوا من الرؤساء ويمتلئ حسابه بأخبار لا تختلف عن تلك التي تتناقلها وكالات الأنباء عن نشاط رؤساء الوزراء مع هذا لا تنجو تغريدة من تغريدات قنديل من تعليقات كثيرة منتقدة توبخه على عدم أهليته وتبعيته للأخوان وبعض التعليقات تكفي بوضع لول رمزا للضحك على الإنترنت تعبيرا منها عن تسبب تغريدات قنديل لها بالضحك نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان يبدو من أكثر الشخصيات رغبة في الاندماج داخل عالم تويتر والعمل بشروطه إذ يتتبع 34 معظمهم موكلات أنباء وصحف وهذا ليس بغريب على من يعرف العريان ويعرف رغبته الجامحة في ظهور بمظهر الإسلامي العصري غير أن هذه الرغبة التي تتبدى بالشكل عبر تعدد شبكة من يتتبعهم وعدم اقتصارها على رفاق التنظيم الإخواني يأتي مضمون تغريداته لينسف هذا المسعى ويبين مدى اصطناعه إن لم يكن افتعاله في أول تغريداته يعرب عصام العريان عن اعتراضه على استمرار الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين بعد الثورة ويطالب بحكومة منتخبة كان هذا أيام حكم المجلس العسكري بعدها لم يكرر العريان استهجانه من تصرفات الشرطة بحق المتظاهرين زمن حكم الأخ محمد مرسي فقد كان يحتجب عن الظهور على تويتر حين تعتدي شرطة مرسي على المتظاهرين وحين يعود كان يتولى الدفاعا للحكم الإخواني بلغة تخلط بين جملة اليسارية المقعرة وخبث العبارات الإسلاماوية العريان يكاد أن يكون أكثر من يتلقى نقدا على كل ما يتفوه به على تويتر فلا تخلو تغريد من تغريداته من عشرات الردود القاسية يصلونه سهاما نقضي ويبينون تناقضاته